قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن عملية نقل مادة النفط الخام من بيجي في العراق إلى مصفات البترول في الزرقاء ستبدأ في غضون الأسبوعين المقبلين وأضافت في بيان صحفي أن الشركة الفائزة بعطاء النقل ستقوم بنقل مليون طن من النفط الخام حيث ستشارك صهريج عراقية بنقل 50% من الكمية اليومية إلى جانب الصهريج الأردنية وتأتي عملية النقل تنفيذا لمذكرات التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقع بين الأردن والعراق مطلع شهر شباط الماضي والتي بموجبها يشتري الأردن نفط خام كاركوك لتلبية جزء من احتياجاتها السنوية وبما لا يزيد عن 10 ألاف برميل يوميا والتي تشكل 7% من احتياجاته على أساس معدل سعر خام برينت الشهري بحسم فرق كلف النقل وفرق المواصفات ومقدارها 16 دولارا للبرميل الواحد